السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله اليوم سوف نوجد معكم طاجين بالحم والبرقوق سهل جدا ايو حدا مبتدئة ممكن لها توجد هذا الطاجين سوف نوجد معكم الطريقة سهلة بزاف و سوف نوجد معكم ايضا البرقوق و كذلك طريقة سهلة للوز و سوف نبدأ على بركات الله هذي نبدأ معكم الطاجين هنا لحم البقري سوف نقطع قطعة متوسطة ممكن تستعملو الحم الغنمي و بالنسبة لكمية انا نضرت كيلو ديال الحم ممكن تمديرو الكمية اللي بغيتو سوف انا هنا كملت القطعة ديال الحم بالنسبة للتوابل انا غادي ناخد عندي ابزار و عندي الخرقوم او الكركم لمنحا بطبيعة الحال و شوية ديال القرفة و الزيت هذه هي التوابلة غادي نستعمل ممكن تضيفو اي توابل اخرى كتبغيبها ولكن صدقوني هرها التوابل هذي كتعطي لك هزوينا الحم و كافية جدا هنا درت نصف مع القاة صغيرة ديال البزار و مع القاة صغيرة ديال الخرقوم او الكركم و الملحا بطبيعة الحال على حساب الذوق و عندي هنا كذلك واحد نصف مع القاة صغيرة ديال القرفة هذه هي التوابل غادي نستعمل و صافي غادي نضيف الزيت و هنا عندي نصف كاس ديال العنبة تقريبا ما كاملش ديال زيت نباتية ممكن تخلطوا بالزيت نباتية و كذلك زيت الزيتون كيشي كذلك المضاق ديال هزوين صافي انا هنا غادي نحرك الحم ديالي باش تغلف ليه بالتوابل اللي درت كلها غادي نخلط اولا نحرك و نضور هاد القطع ديال الحم جيدا في هاد توابل اللي درت و دائما الجيهة اللي فيها العظم هي اللي كنديرو من التحت ديال الطاجين بهات الطريقة هادي كندمنوا ان الطاجين ديالنا ما كيتتحركش و خطيبنا على نار مجهده كندمنوا انهم ما كيتتحركش و الدليل غادي تشوفوا ان شاء الله قدام عينيكم بالنسبة لهات الطاجين كيكتلكم اي مبتدئة ممكن انها تديروا كيشي ساهل طريقة بسيطة جدا صافي هنا انا غادي نضيف البصلة انا هنا ضفت بصلة كبيرة ممكن نضيفو تلججة البصلات كبارين كيجوزوينين مع الطاجين و كيختروا كدلك الطاجين صافي انا غادي نحطي الطاجين ديالي فوق البطا انا هنا نسيت التومة مدرتهاش مع التوابين هادي نضيفها ماشي مشكيه هادي نضيفها من فوق بها تشكل هادا هادي الطابلية مع البصلة و مع الحم وهادي الدوم غادي يشتبان هاكامل فوق ديال البصلة صافي غادي نغطي على الطاجين ديالي انا غادي نخليه يتشحر 1-5 دقايق و نرجع ان شاء الله من بعد ما يتشحر و نكمل معاكم الطريقة ها هو الطاجين ديالي بعد ما تشحر اه تقلت لي هاديك اللحم كنخليوها على جهة واحدة ما كان نعودوش نحركوها و صافي هنا كنضيف واحد الكاس كبير ديال الماء على ديال الماء عادي من الروبيني و انتم ما بنسبة لكم انا بغيت اضيفه ماء دافي دياله ماء دافي ماشي مشكيه بحال بحال حيط احنا هنا يالله بدت الحم ديالنا كاتتشحر مازال ما دخلت في مرحلة ديال الطياب صافي غدي نخلي بطاجين ديالنا نغطيو عليه و ندوزو اللوز غادي ناخد اللوز من بعد ما غسلته اه ناخدت هاد اللوز البلدي تيجي هكا صغير شوية ولكن بنا ديالوك تجي افضل من اللوز الكبير اه الاخر من النوع الاخر هادنو عادة كي يجي بنين غادي نضيف عليه كاس كبير ديال الماء و نخليه تسلق تيولي بحال تشكل هادا كيولي كيتفسخ بسهولة صافي غادي نصفيه من هاداك الماء و غادي نبدأ نفسخ اللوز ديالي طريقة سهلة جدا غادي نستمر هكا تنكمل الحبيبة ديال اللوز اللي عندي كلهم و من بعد غادي نشلل هاداك اللوز غادي نغسله بحال شوية ديال الماء ما عادي من الروبيني غادي نغسله باش يتنقاليه بهذا الشكل هادا و غادي ناخد واحد فوطة هكا نقية او لازويف باش ننشف به هادا اللوز هادا باش ما يبقاش ليه فيه الماء حيث غادي ننقله في الزيت و كي تنعرفو الى درنا الماء في الزيت سخونة فكتر تق وكترش علينا هادا الطريقة هادا تتكون امنة من الافضل انا نشفو اللوز قبل ما نقليوه دائما هادا المعلومات راك نعطيهم المبتدئات اما العيلات ديالنا المغربية تبارك الله فتعرفو هادا الطريقة هادي فهي طريقة سهلة جدا سوف يكا ناخد واحد الكسرونة طبعا الحالة هي كتكون ناشفة ما تيكونش فيها الماء كنحط فيها هادا اللوز و غادي نزيد عليها واحد الكمية ديال الزيت اهي تقريبا غادي ندير عفوا نجوج مع القكبار ديال الزيت الكمية اللي غادي نقلي فيها هادا اللوز هادا ومن الافضل ان انا نديروه زيت باردة في اللوز بارد عاد نديروهم فوق النار اتقلا سوف يدابا غادي ندوز البرقوق غادي نوريكم الطريقة سهلة ديال البرقوق انا خديت البرقوق وبعد ما غصلته درتو فواحد كاسر كاسر كاسو نص ديال ما على حسب الكمية ديال برقوق اللي درتو غادي نخليه تيتس لقب هادا شكل هادا سوف ينا بنسبة البرقوق ديالي هادا قريبا انا راه طاب لقلي واحد شوية فهذا المراحلة هادية غادي نزيد عليه واحد جوج مع القكبار ديال السكر سانيدا على حسب الذوق ولكن نديروه الكمية اللي ممكن تعسلينا هاد البرقوق هادا سوف نرد البرقوق ديالي فوق النار حتى يتعسل وذي ندقاه معايا عندما زر ما كمت المكونات اللي غادي نضيف على هاد البرقوق ديالي هاد نحط دباء فوق النار تيتعسل لي بها الشكل هادا باقي له واحد شوية باش يتعسل مية في المية غادي نضيف عليه واحد شوية ديال القرفة مطحونة وغادي نزيد عليه مع القاكبير ترمع القاونص ديال مزهر هاد مزهر هادا هو لي كيعطي هاد ديال ذاك ديال عراسات كيعطي واحد النكهة واحد دلدة بنينة بززاف الطاجين ديال من بعد ما طاب كيجيب هاد شكل هادا وضعت عليه هنا القطع اولى الحبيبات ديال البرقوق من بعد ما اتعسلو ليه صافي هنا غادي نزيد عليه اللوز من بعد ما حمرته بالنسبة اللوز كيكتليكم ديره في زيت بردة وقليوه على نارم هيدا وملي كيبدأ اللون ديال وكيتغيره وكيسفارك صافي كنحيدوه من الزيت وكنحطوه فشي تبصيد باش يبرد لينا لانه كيزيد يطيب اللوز كيزيد التحمر ما نخليه شتيه تحمر في الزيت لانه غادي يعطينا واحد اللون بحل اللون ديال الحرق وحنا بغيناه يجي في هاد لون هادا قوي اه خفيف صافي او زينتو بواحد شوية ديال زنجلان من الفوق هذا هو شكل ديال الطاجين ديالي اليوم كيجي بهاد شكل هادا كيجي مجمر وخاتر كنتمنعناكم تجربوه طريقة كيتا تشوفو سهلة بزاف وغادي نوريكم انا يا بان الحم ديالنا ما كاتتحركش طاجين ديالنا كيجي طيب وما محركش رغم انني طيبتو على نار مجهده وغادي يبال لكم من الطاجين بعلاني طيبتو على نار مجهده فبا جا مجمر من الجناب وما كتلسقش هديك الحم لان انا ما فرشناش للبصله من التحت كاتبنا من كل مبتدي انها تبع النصائح اللي قدمت لكم في هادا الحلقة هادي بهادا الطريقة هادي غادي تدري طاجين بالحم والبرقوق ناجح جدا وبعينك مغمضين فكيجي ناجح وكيصدق وما كيتحركش وما كيتشيطش الى درته كذلك فوق الفاخرة فكيجي احسن واحسن كاتمنان الحلقة ديال يمكن تكون نالت للاعجاب ديالكم ما تنسوش تخليوني لايك وليما اشتركت في قناة مطبخهم اناس اشترك عواش ركو ببركات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته